موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في مسقط بين الحكومة وميليشي الحوثي الإرهابية بشان الأسرى والمختطفين الحكومة تؤكد على قاعدة الكل مقابل الكل والميليشي تراوغ بملفات ثانوية موسيقى مدينة تعز تحتضن لقاءات موسعة لتعزيز حضور الدولة ومجابهة الانقلاب الحوثي ومخططاته الإرهابية السلطة المحلية تحت على التعاون المشترة ووجهاء المدينة يجددون دعمهم لأمن المحافظة موسيقى جلسة محادثات رفيعة المستوى بين قيادتي تجمع اليمن للإصلاح والحزب الشيوعي في بكين الإصلاح يرحب بتعزيز العلاقات والشيوعي يشيد بتطورها المتواصل موسيقى استهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم انطلقت في العاصمة العمانية مسقط اليوم مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوث الإرهابية تحت إشراف الأمم المتحدة وقال عضو متحدث الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين ماجد فضائل في تصريح للأنضول انطلقت اليوم المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة بشأن الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط ويحظون الأمل في تحقيق نتائج إيجابية وأضاف مطلبنا الأساسي كفريق حكومي هو الإفراج وتحرير الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل ولدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كامل بهذا الملف الإنساني وأن لا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل بحيث يكون على رأس أي صفقة تبادل وقد شارك الوفد الحكومي المفاوض بشأن تبادل الأسرى والمختطفين اليوم في اللقاء التاسع من جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين مع الميليشي الحوثية الإرهابية المنعقد في العاصمة العمانية مسقط برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقال رئيس الوفد العميد يحيى كزمان إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملان بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الإنساني والعمل على إطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل وأشار العميد كزمان إلى أن القيادة السياسية ارتأت أن المشاركة في هذه الجولة قد تشكل فرصة جيدة لإيقاف هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشي الحوثية وإطلاق سراح ومبادلة الأستاذ محمد قحطان الذي يعتبر عائقا أساسيا يجب حل موضوعه قبل الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المختطفين والمحتجزين لدى جميع الأطراف دون استثناء وأكد كزمان أن التقدم في هذا الملف مرهون بكشف مصير ومبادلة الأستاذ محمد قحطان بعد إخفائه لمدة تسعة أعوام دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو بزيارتهم له درجة ميليشي الحوثي الإرهابية على مقابلة مسلسل التنازلات التي تقدمها قيادات الشرعية بالمزيد من التعنت والصلف الآثم معادلة تسري على ملف المحتجزين والمخفيين قسرا حيث تجعل ميليشي الحوثي من مرونة تعاطي الوفد الحكومي مدخلا آثما لمزيد من الأرباح والشروط المجحفة التي تطيل معالاة الأسرى والمختطفين نتابع كلما أوشك الحوثيون على الغرق ألقي لهم طوق نجاة فلا تلبث ميليشيا الموت بعد النجاة أن تطوق الشعب بإجرام يغتال تفاصيل الحياة معلنة أن ما كسبته بسبب أخطأ التعاطي معها نصر ساقه الله إليها فهل يتوقف من يلقون أطواق النجاة ويوفرون أسباب الحياة لميليشيا الموت أم يستمر الأداء الذي سيؤدي بالمنطقة كلها إلى جحيم إيران تساؤلات أثرها اليمنيون منذ سنوات لكنها مؤخرا باتت أعلى صوتا وأكثر حضورا خصوصا مع الذهاب نحو خطوات ضعف بعد قرارات قوة فالميليشيا التي اختنقت بقرارات اقتصادية عدها اقتصاديون وسياسيون الأقوى منذ سنوات لم تلبث أن وجدت خطوات ظهرت وكأنها إهداء أوراق قوة تنقذ الميليشيا من ضعفها كخطوة إرسال الطائرات والحوثيون الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بغضب شعبي يعبر عن رفض أي مفاوضات لا يسبقها إطلاق قحطان باعتباره مشمولا بقرار أممي ومتفق على إطلاقه في مفاوضات سابقة لم يلبثوا أن وجدوا متنفسا في سماه حقوقيون التراجع الخطيئة للتراجع لخطوة فمع الميليشيا يغضو كل تراجع غير مدروس خطيئة تبرزها الميليشيا أمام أنصارها باعتبارها نصرا كبيرا لها ومع كل تراجع تطالب الميليشيا بالمزيد وميليشيا يؤمن مجرموها أن كل شيء حقهم وأن كل البشر عبيد لهم لن تقنع بمزيد سوى أن يتحول الجميع إلى عبيد وبدلا من تقديم التنازلات لمثل هكذا ميليشيا يغضو الحل الوحيد انتزع ما أخذ بالقوة عبر القوة والذهاب عند اختيار التفاوض معها والشرعية تمتلك كل أوراق القوة بيدها وتلك لوحدها خارطة استعادة الدولة وما سوى ذلك متاهة ضياع ووليمة على مائدة ضبع أكد رئيس مؤسسة الأسرة والمختطفين الشيخادي هيج على ضرورة أن يتركز أي نقاش في ملف المحتجزين حول استكمال تنفيذ ملحقات واستحقاقات جولات التفاوض السابقة وفي مقدمة ذلك زيارة القائد الوطني محمد قحطان وقال هيج في تصريح للمصدر أولاين إن الحوثي يذهب إلى التفاوض بهدف الحصول على تنازلات من جانب واحد دون أن يكون مستعدا لتقديم أي تنازل بالمقابل من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسر وإنهاء هذا الملف الإنساني أوضح هيج أن تقديم أي تنازلات لميليشيا الحوثي يمثل جريمة في حق الأبطال من الأسرة والمختطفين ويعمق الاختلال في هذا الملف بالبقاء في هوامش لا تنطلق من تقدير تضحيات الرجال الذين ضحوا من أجل الدولة وشرعيتها ونظامها الجمهوري إلى ذلك طالب صحفيون يمنيون محررون من سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية الأمم المتحدة بإدانة ومعاقبة رئيس وفد الحوثيين المفاوض المدعو عبدالقادر المرتضى بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق الصحفيين جاء ذلك في رسالة بعثها الصحفيون عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرينبرغ ونائبه سرحت فتاح غدا تنطلاق جولة جديدة بشأن المختطفين في مسقط وقال الصحفيون إنهم عاشوا تجربة مريرة في سجون ميليشيا الإرهاب الحوثية لمدة تزيد عن ثماني سنوات تعرضوا خلالها للتعذيب والترهيب وأكد الصحفيون تورط المدعو عبدالقادر المرتضى الذي يترأس وفد الميليشيا الإرهابية في مفاوضات الأسرة والمختطفين بشكل مباشر في تعذيبهم مشيرين إلى تقرير فريق القبراء المعني باليمن الذي أدان المرتضى في الملحق رقم ثمانين بكل تلك الجرائم وأشار الصحفيون إلى أن استمرار مشاركة المرتضى في المفاوضات يعد تشجيعا له على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المختطفين في السجون الحوثية قال محافظ محافظة شبوى السابق محمد صالب بن عدي إن ظاهرة الإخفاء القسري واحدة من أسوأ الظواهر وأكثرها بشاعة في التعامل مع الإنسان وحقه في الحرية والحياة أكد بن عدي في منشور له على صفحته الرسمية في منصة X إن هذا المسلك يتعارض مع شريعتنا ومع كل القوانين والمواثيق موضحا أن نزع هذه الصفحة السوداء مهمة تستحق أن تحشد لها الطاقات وشار بن عدي ولأن قضية الإفراج عن الأستاذ والسياسي محمد قحطان المخفي قسرا في سجون الإرهاب الحوثي ينبغي أن تكون أساسا ومنطلقا ومفتاحا لأي حوار وأضاف هذه خطوة مهمة باعتبارها عنوان لمعاناة يجب أن تنتهي حيث بات السعي للكشف عن مصير جميع المخفيين قسرا مهمة أخلاقية وإنسانية وواجبا وطنيا وجهت رابطة أمهات المختطفين ومنظمة سام نداء عاجلا للمتفاوضين في مسقط للعمل الجاد على إطلاق كافة اليمنين المختطفين والمخفيين دون قيد أو شرط على رأس السياسي محمد قحطان أطلقت رابطة أمهات المختطفين ومنظمة سام نداء عاجلا إلى المتفاوضين بمسقط وللدول الراعية لهذا اللقاء بضرورة الإفراج عن كل المختطفين وعلى رأسهم محمد قحطان دون قيد أو شرط نوجه هذا النداء برجاء يحدث الأمل إلى جميع المفاوضين في سلطنة عمان وندعوهم إلى التحلي بالبسؤولية الوطنية والإنسانية والعمل الجاد لإنهاء ملف المحتجزين والمختفين قصرا كملف إنساني غير خاضع للحسابات السياسية نطالب تأجيل أي قضايا قد تعيق إنهاء هذا الملف وندعو إلى الكشف عن مصير المختفين قصرا وعلى رأسهم السياسيين محمد قحطان ومصطفى المتوكل الاختطاف جريمة والإخفاء جريمة والتعذيب جريمة كلها ترتكبها ميليشيات الحوث الإرهابية بحق اليمنيين المدنيين فالأمهات والأبناء والأقارب قد وجهوا قلوبهم أحلامهم باتجاه المتفاوضين مطالبين أن لا يعودوا إلا وقد عملوا حلا قذريا لهذا الملف الإنساني إن عيون أهالي المحتقزين والمختطفين شاخصة نحو عوان تملؤها الآمان بأن تكون هذه الجولة من المفاوضات حاسمة وتجلب السرور إلى كل بيت يمني نأمل أن تثمر جهودكم في إدخال الفرح إلى قلوب هذه الأسر المنكوبة محمد قحطان إلى الآن لم يعرف أحد مصيره أو يسمع ما خبره أو أي شيء يدل على أنه موجود أو أينما كانه وهذه جريمة تعتبر في حق هذا الشخص المناظل الذي أولا هو مدني لم يشارك في حرب وإنما هو أيقونة سلام محمد قحطان وغيره الكثير من اليمنيين تستحق أسرهم أن تنعم بالإطمئنان والأمل بمستقبل أفضل فهذا الملف الإنساني بوابة إنهاء الحرب وبدء السلام بالبلد عقدت اليوم الأحد في العاصمة الصينية بكين جلسة محادثات رفيعة المستوى بين تجمع اليمن للإصلاح برئاسة الأمين العام الأستاذ عبداللهاب الأنسي والحزب الشيوعي الصيني برئاسة السيد يووي نائب رئيس العلاقات الخارجية في الحزب لشون غرب آسيا وشمال أفريقيا وتناولت المحادثات عددا من الملفات المحلية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ونوه الأنسي بالعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والعلاقات المتميزة بين تجمع اليمن للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني أكد الأنسي حرص الإصلاح على تطوير أوجه التعاون والتنسيق بين الحزبين وفي مقدمتها بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والتنسيق في المواقف السياسية بين الحزبين إزاء القضايا الإقليمية والدولية والعمل على دعم جهود الحكومة الشرعية في اليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والحفاظ على اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه والحرص والعمل على إحلال السلام الشامل والدائم وفق القرار الأممي 2216 كما أكد الأنسي على دعم الإصلاح لوحدة جمهورية الصين الشعبية وسيادتها إلى ذلك قدم نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث لمحة عن دور ومهام المجلس واستعرض عددا من جوانب التنسيق والتعاون بين الحكومتين في اليمن والصين بما في ذلك الاستثمار في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك أكد أبو الغيث الحرص على تطوير العلاقة بين حكومتين البلدين الصديقين ومؤسساتهم المختلفة من جانبه قدم عضو الهيئة العليا رئيس الكتلة البرلمارية للتجمع اليمن للإصلاح الأستاذ عبدالرزاق الهجري إحاطة تعريفية شاملة بالتجمع اليمن للإصلاح وجهوده الوطنية والنضالية مع شركاء العمل السياسي في مختلف المراحل ومشاركاته السياسية وقال الهجري إن الإصلاح جزء من منظومة الشرعية وداعم لها ومساند للتوجهاتها في مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية من جانبه أشاد نائب رئيس العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني يووي بالعلاقات المتميزة بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني وقال يو إن جمهورية الصين الشعبية تمضي قدما في مسيرة النهضة الشاملة والاهتمام بالمواطن الصيني كونه محور اتكاز النهضة أكد نائب رئيس العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني اهتمام الحزب بتطوير العلاقة مع التجمع اليمن للإصلاح والعمل على تطوير العلاقة بين البلدين الصديقين كما أكد يو على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين الحزبين والإسهام في مجالات التعاون المختلفة يبدأ المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ جولة جديدة خليجية لبحث تصعيد ميليشي الحوثي ضد موظف المنظمات الدولية واستمرار الهجمات البحرية وانعكاسات ذلك على جهود إحلال السلام وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن جولة كينغ إلى السعودية وعمان تهدف إلى مواصلة النقاشات والمناقشات مع الشركاء بشأن الاختطافات الأخيرة التي قام بها الحوثيون لموظف الأمم المتحدة والدبنماسيين والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهود الرامية إلى ضمان إنهاء فوري للهجمات الحوثية المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاعتقالات والهجمات الحوثية تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعيق تسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء المنطقة عقد في مدينة مأرب لقاء موسع لمشايخ ووجهاء قبائل الحيمتين وبني مطر ومناخ وصعفان برعاية مجلس مقاومة صنعاء وفي اللقاء الذي عقد تحت شعار معا لدعم الجيش والأمن أكد مشايخ ووجهاء المديريات الغربية الخمس لمحافظة صنعاء على استمرارهم في إسناد ودعم قوات الجيش والأمن الذين يخوضون معركة استعادة الدولة كما دعوا إلى الدعم قرارات البنك المركزي الرامية إلى الانتصار في المعركة الاقتصادية ضد عصابات الحوث الإجرامية هنا يقفون كما وقفوا في صف الدولة ونظامها الجمهوري كثير من هؤلاء المقاومين من أبناء مديريات محافظة صنعاء سجلوا خضورهم في أول طلقة صوبت في صدر ميليشيات الإمامة القادمة من مجاهل التاريخ لتعيد اليمنيين إلى عهد طوت صفحته بنادق السبتمبريون الأحرار حشد مجتمعي من أبناء المديريات الخمس الحيمتين وبني مطر ومناخة وصعفان اجتمعوا هنا في لقاء موسع أقيم في مدينة مأرب برعاية مجلس مقاومة صنعاء ليؤكدوا استمرارهم في دعم وإسناد الجيش الوطني والأمن ومواصلة النظال حتى استعادة الدولة ونظامها الجمهوري نحن اليوم في مقاومة صنعاء البطاعة الغربي منظم هذه الفعالية دعما للجيش الوطني والأمن نؤكد أن المقاومة هي الرديفة الفعلي والحقيقي لأعمال الجيش في الميدان من حيث الدعم المعنوي وكذلك عملية التحشيد وما نستطيع أن نقدمه للجيش البطل في مواقع الشرف والبطولة في مقصرة في الجبهات ونحن نعول على الدعم الشعبي لهذه المقاومة لنؤكد أننا وراءها مساندها بكل إمكانياتنا برجالنا وعمالنا وسلاحنا وبكل ما أمكان مشروع أكد المقاومون خلال اللقاء أن لا سبيل للخلاص من ظلم وجبروت عصابة إيران الحوثية إلا بالمقاومة وتوحيد الصف ودعم ومساندة الجيش والأمن الذين يخوضون معركة التحرير حتى استعادة كل شبر يسيطر عليه الإماميون الجدد نبدأ اليوم الفعاليات التجهينية للفعاليات الجماهيري لمحافظة الصنعة والتي شملت خمس مديريات حيمتين وحراز صعفان وبني مطر وذلك تحت شعار معا دعم الجيش والأمن والتي رأى المجلس الأعلى المقاومة حفرة الصنعة والهدف هو دعم الجيش والأمن وأول دعم للجيش والأمن هو دعم الإجراءات الاقتصادية من أجل يكون هناك رواتب ويكون هناك تسويات للجيش ويكون هناك معالجة لجرحة في الداخل ومعالجة لجرحة في الخارج وكذلك تحسين أوضاع دمو الشهداء والمستوى يعني بحالتهم المعيشية وهذا كل لن يسأتى إلا بزخم جماهدي يكون كجانب أو كرافعة سياسية واجتماعية للحكومة لكي تأدي دورها وكي تنظر إلى هذه الجبهات إنها بحاجة لدعم وكذلك الأمن لا يقلل شعنا عن الجيش وهذه رسالتنا وهذا هو هدفنا في أول تشيل هذه الفعالية في المحافظة وسستلوها فعاليات على مستوى مدينة محافظة الصنعة وأظن بقية المحافظات النازحين هنا وستوى إن شاء الله في حالية الكبرى تحقق هذه المطالبة هذه خارجنا من أجلها للعام العاشر على التوالي وقوى المقاومة من مختلف محافظات الجمهورية تقف جنبا إلى جنب مع الجيش والأمن تخط أمل العودة بالدم والبارود ويرون أن لا سلام يمكن أن يتحقق إلا بالعودة العودة إلى الأهل والديار أحبطت قوات الجيش الوطني الليلة الماضية محاولتي تسلل لمليشي الحوثي الإرهابية شمال وجنوب محافظة تعز وقال المركز العلمي لقيادة محوري تعز إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط محاولتي تسلل لمليشي الحوثي الإرهابية الأولى بمنطقة الدمينة الشمال غرب المدينة والثانية بمنطقة الشقب جنوب شرق المدينة وكانت المليشي قد استهدفت السبت مواقع الجيش الوطني في منطقة الضباب غربي المدينة بعدد من قذائف المدفعية يتجول عشرات الخبراء الإيرانيين في مناطق حولتها مليشي الحوثي إلى ثقنات عسكرية بحرية جنوبي الحديدة وكشفت مصادر أمنية حركات مكثفة لخبراء جانب من أعضاء الحرس الثوري الإيراني على امتداد الريف الجنوبي للمحافظة الساحلية وأشاروا إلى تنقل خبراء جانب على متن مركبات مموهة في مناطق ساحلية مختلفة خلايا تابعة لمليشي الحوثي الإرهابية يدربها خبراء إيرانيين على تهريب المخدرات والسلاح وعلى الرصد والتفخيخ وتفجير وصناعة وزراعة الألغام بحسب اعترافات هذه الخلايا عند ضبطها من قبل خفر السواحل الجنوبي للحديدة والساحل الغربي اسمه طاهر خاطر قيادم الحوثيين وما يتحرك البوت إلا بأوامره وقام بتهريب السلاح من إيران إلى الحديدة لصالح الحوثيين يتنقل الخبراء الأجانب بحسب مصادر محلية في مناطق ساحلية مختلفة بدءا من مطار الحديدة الدولي وصولا إلى مناطق الجاه حيث حولت ميليشي الحوثي الإرهابية المزارعة هناك إلى ثكانات عسكرية ليس قريبا على هذه الميليشيات الدخيلة على اليمنيين التي تعبث بكل شيء جميل والتي تستهدف كل المجتمعات دون استثناء هذه هي عبارة عن أداة تحركات ميدانية لخبراء إيرانيين متخصصين في المجالات العسكرية والأمنية تتزامن مع إعادة ميليشي الحوثي الإرهابية توسيع أنفاق وقنوات مائية تبدأ من البحر إلى عمق مزارع كثيفة الأشجار استهدفة الممرات الدولية في البحر الأحمر وتهديد الأمن القومي لليمن في تدخل سافر من قبل إيران في الشأن اليمني عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة ترتكب ميليشي الحوثي الإرهابية جرائم ضد الإنسانية باستمرارها في عمليات الاختطاف والإخفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية وتعقيل العمل الإنساني في اليمن نتابع يلفظ العمل الإنساني نفسه الأخير في اليمن جراء جرائم وانتهاكات متصاعدة ترتكبها ميليشي الحوثي الإرهابية بحق موظفي الإغاثة الأممية والمنظمات الدولية وتحتجز ميليشي الحوثي الإرهابية أكثر من أربعين موظفا في القطاع الإنساني وفرق الإغاثة الدولية باليمن بينهم نساء وأقارب موظفين غير موجودين وفي عمليات اقتحام ومداغمة اتسمت بالفجاجة والهمجية وكسر الأعراف اليمنية أظهرت ميليشي الحوثي مستوى مفارقا في الإرهاب ضد المجتمع المدني حيث أقدمت الميليشية على نهب ممتلكات المختطفين المكتبية والشخصية ومصادرة كل ما بحوزتهم في مداهمات جرى معظمها ليلا وداخل المنازل العائلية ومن غير المستبعد أن تقدم الميليشية على إجبار المختطفين الذين تخفيهم قسرا وتحضر عليهم التواصل الأهلي في الإدلاء باعترافات إملائية عن ضلوعهم في تهم تجسس جاهزة وتراجع مستوى وحجم التدخلات الإنسانية وبرامج الاستجابة الإغاثية في اليمن جراء تصعيد ميليشية الحوث انتهاكاتها الصارخة بحق موظفي المنظمات والوكالات الفاعلة في اليمن وهو ما ينعكس على مستوى واقع ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوث الذين يعيشون وضعا كارثيا بالغ السوء ويعتمد أغلبهم على معونات الإغاثة الدولية وكل حرب تشنها الميليشية تحت أي مسمى وضد أي تجهة إنما هي في الأساس حرب ضد اليمنيين الذين يدفعون ثمنها باغضا طالب الاتحاد اليمني للسياحة ميليشية الحوثي بإطلاق الطائرات التي تحتجزها في صنعاء منذ الثلاثاء الفائت وإنهاء معاناة الحجاج العالقين في المملكة العربية السعودية واستنكر الاتحاد بشدة احتجاز الحوثيين للطائرات بمطار صنعاء ودعا إلى إطلاقها فورا لرفع معاناة الحجاج والمواطنين عموما واستهجن الاتحاد في بيان استخدام ميليشية الحوثي الحجاج كورقة ضغط لحل مشكلة صنعها الآخرون معتبرا ذلك إمعانا في إذاء المواطنين ومفاقمة لمعاناته واعتبر ذلك إمعانا في إذاء المواطنين ومفاقمة لمعاناته أعرب الاتحاد عن استياءه الشديد من الوضع المالي النفسي المؤلم الذي آل إليه الحجاج العالقون في فنادق مكة والبالغ عددهم أكثر من ألف عالق حاج وطالب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف وبعثة الحج بتحمل كامل مسؤوليتها وفق النظام والقانون وإلزام الخطوط اليمنية بإعادة الحجاج إلى أرض الوطن الحبيب بكل الطرق في علاقة كانت تسودها كثير من الريبة والتعاون والتواطئ على حساب الجائعين والمستحقين للتدخل والمساعدات تبخرت أخيرا تلك التفاهمات الضمنية بين الحوثية والمنظمات الدولية وخرجت الاتهامات وتبادل السرقات والفساد إلى العلن في أجواء حرب ما زالت مستمرة نتابع مع حالة التصعيد الحوثي ضد العاملين في المنظمات الإنسانية بات السؤال الذي يطرح كيف تحولت العلاقة بين المنظمات الدولية وميليشيا الحوثي من التعاون والتفاهم إلى حالة الصدام والصراع والاتهامات المتبادلة ويلحظ المراقب حالة التعاون والتفاهم التي سادت العلاقة بين المنظمات الدولية وميليشيا الحوثي لكنها خلال الأشهر الماضية شهدت العلاقة بين الطرفين توترا كبيرا بسبب اتهامات متعددة بالفساد واستغلال الحوثي للمساعدات وخلال المراحل الأولى من الحرب كانت المساعدات تتدفق على مناطق سيطرة الحوثيين وتعمل المنظمات الدولية هناك بشكل لافث كواحدة من وسائل كسب الدعم ناهيك عن التفاهم الضمني بين الحوثيين والمنظمات وفقا لمراقبين غير أن الحوثيين استفادوا من تلك المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الدولية لتعزيز سيطرتهم ومحاولة استدامة حكمهم في المناطق المتضررة ومحاولة إقناع المواطنين في مناطق سيطرتهم بقدرتهم على تقديم الخدمات الأساسية ومع استمرار الحرب في اليمن للعام العاشر على التوالي ظهرت تقارير متزايدة عن إساءة استخدام الحوثيين للمساعدات الإنسانية حيث بدأت الاتهامات بسرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية والاستلاء عليها وإعادة توزيعها لعناصرهم ومقاتليهم وعلاوة على ذلك ظهرت تقارير عن فساد بين بعض موظفي المنظمات الدولية الذين ربما تواطئوا مع الحوثيين أو تغاضوا عن سوء الاستخدام مقابل حماية أو مزايا شخصية مشيرة إلى وجود فساد داخل بعض المنظمات الإنسانية وبدأت تصاعد التوتر بين المنظمات الدولية وميليشيا الحوثي حيث وجهت المنظمات الدولية وخصوصا برنامج الغذاء العالمي وسط اتهامات للحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى المحتاجين ومع توالي الاتهامات من قبل المنظمات الدولية لميليشيا الحوثي ورد الحوثيين على هذه الاتهامات بتصعيد الإجراءات ضد المنظمات الإنسانية حيث تم اتهامهم بالتجسس والعمل لصالح ما أسموه بالقوى المعادية ومع استمرار الضغط الأممي على الحوثيين شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة من العاملين في المنظمات الدولية سواء المحلية أم الدولية حيث تعرض العشرات من موظفي المنظمات الإنسانية للاختطاف من قبل الحوثيين كوسيلة ضغط لتقديم المزيد من الدعم أو غض النظر عن أنشطتها وإجمالا فإن الوضع الراهن عكس توترا معقدا في العلاقة بين الحوثي والمنظمات الدولية بعد سنوات من التخادم والتعاون والتواطئ وفقا لمراقبين أيضا كما حضرت تعز في المقاومة والتضحيات ها هي تؤكد حضورها على صعيد دعم جهود الجيش الوطني والأجهزة الأمنية في تعزيز الجبهة الداخلية والعمل على توحيد الصف الجمهوري في مجابهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة نتابع في مشهد تاريخي تلاحبي تحضر تعز بكل مكوناتها ومديرياتها المحرة لتقول كلمة الفصل حول الصف الجبهوري وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المقتصبات الوطنية ودعم مجلس القيادة الرئاسي اليوم كان حجدنا هو على شأن الاستفاف الوطني ضد دخولات ميليسيات الحوثي الكهنوكية والجقضى والانتباه والحذر بأي تدخل من قبل ميليسيات الحوثي هذا هو الغرض من الحاجد والاكتماع في هذا اليوم ودعم الأمن والجيش الوطني للدفاع عن مدينتنا تعز الحبيبة الهدف من هذا اللقاء الموسع للشخصيات واللقاهات الاجتماعية والمشايخ وعقال حارات الهدف منه هو توحيد الصف الجمهوري لمكافحة الفكر الحوثي وتثبيت قواعد الأمن والاستقرار داخل المحافظة محافظة تعز التي دافعت عن الوطن يوم خبله كل دخيل فنحن في مرحلة حارقة جدا وتحتاج إلى تكاتف الجميع وتحتاج إلى قهود الجميع وليس ذلك بغريب على هذه المدينة التي ضح شبابها ورابط أبناؤها في كل الجبهات والمواقع طيلة سنوات طوال لمقارعة الميليشيات الحوثية التي انقلبت على الدولة واستولت على مؤسساتها فكانت هذه المدينة لهم بالمرصاد هذا اللقاء التي تبنته السلطة المحلية لقيادات ومؤثري وعقال ومشائخ مدينة تعز له أهمية كبرى وخاصة بعد فتح المعبر القصر خوف وذلك لكي تتوحد الجهود وتتوحد الصف في استقرار واستتباب الأمن في داخل المدينة وذلك لأن الطرف الآخر يريد جعزعة النظام وإقلاق الأمن والسكينة في داخل المدينة وعليه فهذا اللقاء يعزز شراكة المجتمع مع الأمن لقاء الموسع يعتبر من أهم اللقاءات التي كان لابد أن يلتقي بها مشايخ وعيان وعقال والمواطري المدينة تعز وذلك لعملية الاستفافة الوطنية وتشكل هذه اللقاءات الموسعة في مديريات تعز استفتاء شعبيا على ضرورة القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والعمل في شتى الطرق في تعزيز القبهة الوطنية ودعم الجيش الوطني والأجهزة الأمنية أحمد مقيبر قناة سهيل تعز دشن وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبر اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023-2024 وطاف وزير التربية على القاعات المخصصة لأداء الامتحانات بالمركز الامتحاني بثانوية محيزر للبنات وثانوية مأرب للبنين مستمعا من مدير مكتب التربية والتعليم بعدن الدكتورة نوال جواد على سير الاختبارات ومستوى الاعداد والتهيئة العلمية الاختبارية ومدى توفر الأجواء الملائمة للطلاب داخل مراكز الاختبارات بما يضمن أداءها بسهولة ويسر أكد الوزير العكبر أن الوزارة أتمت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية لضمان سير الاختبارات بشكل سلس وآمن وشددا على التزام الوزارة بتوفير بيئة مناسبة للطلاب أوضح وزير التربية أن عدد المتقدمين 90 ألف طالب وطالبة تم توزيع المراكز الاختبارية بواقع 696 مركزا للقسم العلمي و191 للقسم الأدبي بما يضمن سهولة الوصول وتنظيم سير الاختبارات أكد الوزير العكبر على أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح الخاصة بالامتحانات مشددا على عدم السماح بدخول المراكز الاختبارية بدون أرقام الجلوس والتعامل بحزم مع أي تجاوزات ومحاربة الظواهر السلبية وفي مأرب دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومعه وكيل المحافظة عبدالله الباكر في محافظة مارب الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي نتابع دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومعه وكيل محافظة مارب عبدالله الباكرية اليوم اختبارات التنوية العامة في محافظة مارب للعام الدراسي 2023-2024 جرت الاختبارات في عدد من المراكز الامتحانية التي تم العداد والتجهيز لها مبكرا بهدف توفير الظروف الملائمة للطلاب وتدليل الصعوبات ندشن اليوم برفقة الأخ وكيل المحافظة لسال عبدالله الباكري والقائم بأعمال مديرية المدينة لسال محمد الحرازي ندشن اختبارات ثانوية العامة بداية نتمنى لأبنان الطلاب الترفيق والسداد والنجاح بإذن الله تعالى نطمنهم بأن الاختبارات عند المستوى راعينا في اللجنة والأختبارات الظروف التي تعاني منها البلد وتم التوجيه للجان المختصة بإعداد اختبارات تناسب وضع الطلاب أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة من القسمين العلمي والأدبية يتوزعون على إحدى وثلاثين مركز امتحانيا في المحافظة يؤدون امتحانتهم بشكل سلس وطبيعي التعليم هو أساس حجر الزاوية وعلينا أن ندعم تطوير التعليم في هذه المحافظة وتسهيل العلم لكل أبناء المحافظة والقاطنين والنازحين والوافدين وكل منهم في هذه المحافظة الحقيقة أن هذه التظاهرة الاختبارية طبعا بحاجة إلى دعم وتسهيل وهنا من هنا نوجه السلطات المحلية في المديريات إلى التعاون وتسهيل فرق الميدانية الوزارة التربية والتعليم ورغم الكثفة الطلابية في المحافظة التي تأوي ملايين النازحين الذين هجرت من المليشية الحثية إلا أن العملية الامتحانية تجري في أجواء مهيئة مما سيكون عاملا مهما في استشراق مستقبل أفضل الطلاب بدانا اليوم هذا يوم الأحد تاريخ 36-2024 الاختبارات الشهادة الثانوية مركز الميثاق ولله الحمد للأمور تسير على ما يرام والتسهيلات مفرمة من جميع الجهات المختصة سواء مكتب التربية العام أو مكتب التربية المديرية أو الجهة الفرعية وموجودين على معانا طوال الوقت في أي اختلالات أو أي شكالات ولكن لله الحمد بدانا اليوم أول يوم بطريقة سلسة والأمور طيبة ولا تجد هناك أي عوائق ولا أي عراقل والجهة المختصة على تواصل معانا لتسير أي شيء أمامنا يبقى أمل الطلاب أن يسهم تحسين الأوضاع في البلاد في توفير بيئة تعليمية أفضل تمكنهم من بناء مستقبل مشرق وتحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية وفي تعز توجه أكثر من خمسة وعشرين ألف طالب وطالباء اليوم لأداء اختبارات إنهاء شهادة الثانوية العامة بقسمها العلمي والأدبي للعام الدراسي ألفين وثلاثة وعشرين ألفين وأربعة وعشرين ويؤدي الطلبة الاختبارات في أكثر من مائة وأربعة وخمسين مركزاً اختبارياً في ثمان عشرة مديرية محررة وسط إجراءات إدارية وأمنية وصحية بهدف توفير الأجواء الملائمة للاختبارات دشنة الاختبارات النهائية لطلبة الثانوية العامة في مدينة تعز المحاصرة وتوجه أكثر من خمسة وعشرون ألف طالب وطالبة للمراكز الاختبارية في ثمانية عشر مديرية محررة تم توزيعهم على مائة وأربعة وخمسين مركزاً اختبارياً بترتيبات سبقت التدشين بأشهر ندشن اختبارات المرحلة الثانوية لعدة خمسة وعشرين ألف وسمية وسبعة عشر طالب وطالبة من ثمانية عشر مديرية فقط نحن اليوم ندشن هذه الاختبارات من مدرسة الشهيد الحقري لعدد مائة واربعة وخمسين مركز اختباري في عموم المديريات المحافظة غرف عمليات الصحة وغرف عمليات الأمن والقانب الإداري في دارة النظام المعلومات مكتب التربية الجميع على أهبة الاستعداد لتلقي أي معلومات أو معالجات أي اختلالات قد تحصل حتى الآن الأمور مستقرة تماماً نتمنى لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات كل التوفيق والنجاح نسجل شكراً وتقديرنا للقطاع التربوي الذي بذل أطول عام دراسي في هذا العام بزيارة مبكرة لأحد المراكز الاختبارية لاحظنا هناك إبداعاً في استقبال الطلاب وإعطائهم الحلويات والعبارات المخففة من التوتر وتطمينهم بأن ما يجري من اختبارات ما هو إلا قياساً لمدى التحصيل وليس تحدي بين الطالب والتربية والتعليم التي تعمل جاهدة لتوفير الأجواء الآمنة والهادئة للطلاب ولتسير عملية الاختبارات كما خطط لها والله نحن متوكلنا عن الله اكتهدنا عملنا اللقص نقدر عليه والباقي على الله مو التوتر أكيد هلو يعني الحمد بلاي ومستعد الطالبة تحضر خائفة قلقة متوترة فلما استقبليه بالطريقة هذه بيروح عني الشعور بالغربة خاصة أني أجدت مدرسة أخرى فكان لازم أني أطمنه وأجعل الكادر المدرسي اللي بيراقبه يستقبله من البوابة يعني يشعر الطالب أو تشعر بالضبط الطالبة أن المدرسات هذا مدرساته وأنه جميعا أمهاته يتمسك أبناء تعز بالتعليم كطريق وحيد لتنوير العقول والمستقبل وضرورة لمواجهة الفكر الإرهابي الحوثي الذي يسعى لفرض الجهل والتجهيل على اليمنيين محمد يوسف لقناة سهيل تعز كما دشنا أيضا في المهرة سير الامتحانات الوزارية لطلاب الثانوية بقسميها العلمي والأدبي لنحو أكثر من ألف واربعمائة طالب وطالبة أكثر من ألف واربعمائة طالب وطالبة يخضعون للامتحانات الوزارية في قسميها العلمي والأدبي في عدة مديريات بمحافظة المهرة وتات هذه الامتحانات الخاصة بالصب الثالث الثانوي بإشراف من وزارة التربية والتعليم التي كلفت لجنة لمتابعة سير العملية الامتحانية في المراكز التي تم اعتمادها ألف واربعمائة وتسعة عشر طالبا وطالبا من مختلف مديريات محافظة المهرة وفي هذه المناسبة ننقل لكم تحيات وزير التربية والتعليم للصدرق العكبري وتمنيته لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح وأتينا لهذه المحافظة من أجل الإشراف على الاختبارات كفريق من وزارة التربية والتعليم ولتسهيل ومساعدة مكتب التربية والتعليم في المحافظة في تدليل أي صعوبات تواجه العملية الاختبارية وبالتوازي مع تلك الجهود الوزارية كان للسلطة المحلية دور مماثل من خلال توفيل الكهرباء في المراكز الاختبارات وتشديد الإجراءات الأمنية تحسبا لأي طارق قد يؤثر سلبا على سير الاختبارات في المحافظة دشن امتحانات الثانوية العامة بقسمها الأدبي والعلمي فإننا من خلالكم نشكر جميع اللجان العاملة نشكر رأساء اللجان وكما عودتنا محافظة المهرة فإنها تعتبر نموذجا للانضباط والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات الثانوية الاختبارات طبعا هي مهمة وطنية للكل تشارك فيها قرب 315 فرد موزعين على اللجان بدلا من اللجنة الفرعية للاختبارات واللجان الفحص واللجان نظام المراقبة اللجان الكنترول اللجان الاختبارية حراسات أمنية المؤمرضين من الصحة عمال الخدمات هذه كلها قرب 315 طبعا تنظيم بدناه باستلام بترتيب المراكز الاختبارية وتوفير المرطبات من قبل الداعمين وتهدف تلك الإجراءات المشتركة لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بشكل مريح وآمن وسطا تفاؤل باستمرارها وخلو مراكز الامتحانات من ظاهرة الغش التي تتزايد من عام لآخر أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر دشن وكيل محافظة شبوى دكتور عبدالقوي لمروق اليوم اختبارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري التي يتقدم لها على مستوى المحافظة أربعة ألاف وثمانمائة وتسعة وسبعون طالبا وطالبة وطلع الوكيل لمروق على الترتيبات وتجهيزات التي اتخذت لضمان سير هذه العملية الاقتبارية بصورة جيدة واستمع إلى آراء وملاحظات الطلاب حول هذه العملية ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في أدائها ومواصلة تحصيلهم العلمي في المراحل الدراسية اللاحقة منوها بأهمية العلم والتعليم في تطور وروقي الأوطان والشعوب قمنا اليوم بتدشين امتحانات الثانوية العامة الذي تقدم لها أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وسبعين طالبا وطالبة والحمد لله سير الامتحانات وسير عملية الامتحانات تمشي بشكل ممتاز وفي انتظام دقيق وبهذه المناسبة أو بهذا ندعو الآباء أن يقفوا بجانب أبنائهم في الحرص على المذاكرة والمراجعة في خلال فترة الامتحانات نتقدم بالشكر الجزيل لإدارة التربية والتعليم في محافظة شبوة على حرصها واهتمامها ومتابعتها وتنظيمها لكثير من الأمور حتى سارت الامتحانات على النحو الممتاز وفي حضر موت دشن وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري صباح اليوم اختبارات إنهاء شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بمشاركة أكثر من خمسة آلاف وثمانمائة طالب وطالبة وتفقد وكيل المحافظة ومعه مدير عام مكتب وزارة التربية وتعليم الدكتور محمد فلهوم ومدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد العامري ورئيس لجنة الوزارية الأستاذ رائد مصطفى محمد سير العملية الامتحانية بثانوية الصبان وثانوية تيبة كثير والخطاب للبنات مشهيدا بالجهود المبذولة من قبل مكتب وزارة التربية والتعليم بودي وصحرى حضرموت واللجان المقتصط في تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم في سبيل ذلك نظمت دائرة المرأة بالتجمع اليمن للإصلاح في مديرية تارين بمحافظة حضرموت المهرجان العيدية السنوي النسوي في منطقة دمون وأكدت رئيسة دائرة المرأة بالإصلاح بودي حضرموت ابتسام بام حيمود على ضرورة التمسك المجتمعي واحترام التنمع الثقافي والفكري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتدني مستوى الخدمات الأساسية والتنموية التي أرهقت كاهل المواطن وطالبت الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظة إلى المرأة اهتماما أكثر وإشراكها في كافة المجالات التنموية والخدمية مشددة على ضرورة منح المعلمين حقوقهم بما يحقق لهم الحياة الكريمة ويضمن عودة الطلاب إلى المدارس وانتظام العملية التعليمية من جهتها هنأت القيادية بدائرة المرأة بإصلاح تريم نعم بضاوي الحاضرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك معبرة عن سعادتها بمشاركة المرأة في احتفالية المهرجان العيدي وتخلى المهرجان وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني شهدت مديرية حجر بمحافظة حضرموت إقامة الزواج الجماعي الخامس لخمسة وعشرين عريسا وعروسا وسط حضور جماهيري كبير من أبناء مديرية حجر وضيوفهم من المديريات الأخرى وقيم الزواج الجماعي الخامس في مديرية حجر فرحة غامرة اشتاحت المديرية انعكست بفعاليات متنوعة وقيمت احتفاء وابتهاجا بهذا الحدث السعيد الذي دشهن بزفاف خمسين عريسا وعروسا ودخولهم القفص الذهبي ودعين حياة العزوبية كاميرا سوهيل رصدت الحدث السعيد بشكل حصري في المديرية البعيدة في أقصى الغرب الحضرمي بدأت فعاليات الزواج الجماعي مع أقد القرار ومن ثم تمت المباركة للأرسال وبدأت بعدها مراسيم الموروث الشعبي الزامر بحضور نخبة من الشعراء المشهورين من أبلاء مديرية وخارفة تبادل بعض القصائد الجميلة التي تغنت بهذا العرس وهذه الفرحة التي عمت البلاد بشكل الحمد لله رب العالمين بفضل الله والتوفيقه أتممنا مراسيم الزواج الجماعي الخامس لخمسين عريس وعروسة هذا المشروع فكرته عفاف الشباب والقضاء للعنوسة ومساعدة الشباب لتحقيق الزواج هذا هو الموسم الخامس لهذا المشروع ويشرف عليه بشكل مباشر من تلك الشباب الخشعة وضوحية التطوعي دائما نأتي بتمويل من فاعله خير من أهالي المنطقة ومن غيرهم من رجال الأعمال نحن سعيدين وفرحين في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفل بعرسنا ونحتفل بعرس خمسة وعشرين عريس أي ما يقابل خمسين عريس وعروسة في هذا الزواج الجماعي الذي يقيمه منتدى شباب الخشعة التطوعي وهذه تعتبر خطوة جبارة عظيمة جدا ومن أهم المهام وأعظمها التي قام بإنجازها منتدى شباب الخشعة التطوعي وفي المساء اتجهت اللجان إلى تجهيز العشاء للضيوف وسط حضور تكاتف الجميع بين أبناء هذه المديرية وبعد وجبة العشاء بدأت مراسيم الحفل الفني الذي شهد الكثير من الفقرات الفرائحية من أناشيد وزفات ورقصات وقصائد غيرها عادة حميدة تقاب في مدرية حجر كل عام وهي الزواج الجماعي الذي يقيمه ملتقى شباب الخشعة بدعم من أهل الخير والإحسان لإعانة الشباب ومساعدتهم على إتمام دينهم والتخفيف من أعباء الزواج وتيسير إتمامه لهم فهل الآن الأوان لتعميم مثل هذه العادات المتدى لحضر موت لتضع حدا للغناء الفاحش في تكاليف الزواج والعقبات الشديدة التي تواجه الشباب الراغمين فيه عماد العامل لقناة سهل من مدرية حجر نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في مسقط بين الحكومة وميليشيا الحوث الإرهابية بشان الأسرة والمختطفين الحكومة تؤكد على قاعدة الكل مقابل الكل والميليشيا تراوغ بملفات ثانوية مدينة تعز تحتضن لقاءات موسعة لتعزيز حضور الدولة ومجابهة الانقلاب الحوثي ومخططاته الإرهابية السلطة المحلية تحت على التعاون المشترك ووجهاء المدينة يجددون دعمهم لأمن المحافظة موسيقى جلسة محادثات رفيعة المستوى بين قيادتي تجمع اليمن للإصلاح والحزب الشيوعي في بكين الإصلاح يرحب بتعزيز العلاقات والشيوعي يشيد بتطورها المتواصل للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة اكس واليوتيوب والتليجرام في أمان الله موسيقى